مرحباً شونكم شو أخباركم حلقة جديدة من شاكم أمريكا زين نقدم لكم أخبار متفرخة يا أخبار متفرخة ولا شي ويانا ألان من العراق شونك ألان؟ ألان والله زين اريدك تتحكي لنا يعني الوضع العام شلونه بالمكانة منتتقره هوايا على أمريكا زين أنا راح أحكي لك وتبس أريدك تحكي لي انت عندك خبر على ديكتاك يعرفة الانفليشن شوية بيحظ الناس البالونة انكبرت زين الانفليشن موجودة بكل مكان؟ هو أكو بكل دولة بكل الاقتصاد أكو انفليشن بس أكو يعني حدية من الموضوع هالمرة هوايا بأمريكا بيطورونه هوايا نشوف أمريكا الغلاء ده تصعد بيها يعني تارخ منطقة مع المنطقة بس أكو غلاء فاحش يعني أنه حتى يكون فيديوهات شنا نشوف الناس يعني هوايا يعني نشوف ناس تتنقل أحداث من أمريكا أنه مثلا تكلفك خلنا نقول 30 دولار باليوم تأجر سيارة إذا تريد سيارة تكلفك كذا حتى تشتريك تكلفك كذا حتى تأجر الإيجارات غالية أسأخليك من الريل ستيت والعقارات الإيجارات غالية فهوايا ناس اللي بعدهم هذول يتزولوا رسائر يجي لأمريكا ويتطلع ويتطلع يتطلع راح تيجي راح ترجع تصدقني إذا ما عندك بلان إذا ما عندك فتشي ببالك تسوي لا ما تقدر ما جايب لك علاقة ما الفلوس زين انسه وحتى علاقة تخلص يعني أنت جايب علاقة جايها لأمريكا حتى تتصرفها وتروح لا طبعا لازم يكون لك بلان صح لا لا صح حتى الناس هوايا بأمريكا ستتحاول تعرف أكثر عن الانفليشن يعني حتى تخيل عدنا بالعراق يعني نسمي الاكس بلور أوكي السجيشنز على التيك توك هوايا دي يطلع به الفايننس يعني هالفترة تشانكم أقال على تصور بلومبرغ ما أذكر يمكن دازيته اي بلومبرغ انه شتون الخوارزمية حتى قامت يعني تنقل البجيتينج وفيديوهات البجيتينج وفيديوهات شون اي هاي هاي الفيديوهات كلش لها حاليا ترنت قوي عالي جدا لان الناس يعني عايشة هذا الزمن عايشة هذا الزمن اللي تقدر تبحثون عنه الانفليشن والستاغنيشن يمكن هنا بصراحة دي سر لانه الكنميز لا موينج ودر تشوفون اكو وايه انسرنتيز يعني اكو حاجات نحن ما نعلمش راح تسر زين يعني در تشوفون الستاك ماركيت ما دي يصير ناس خسرت فلوس الكريبتو اصحاب الجماعة اللي حبون الكريبتو يعني قلنا لكم هذا استثمار رقمي يعني استثمار هذا راح يكون رقمي فلا تحطون فلوس انتو ما تقدرون تخسروا حطوا فلوس انتو تقدرون تخسروا لانه مثل ما دي نشوف هسه دي سصير هاي الارقام يعني البيتكوين واحد من الامثلة العظيمة يعني نازل نزلة الشسمة زين فممكن تصعد بس هذا استثمار رقمي ايه بس المشكية تعرف شنو كثرة يعني مواقع التاصل الاجتماعي صارت يعني هو تدخيل العالم قبل يعني هم نفس الشي كان ترى بس المواقع الموجودة اليوم يعني الاجتماعي شنو كبير اوكي مو كلها ممكن يكون دقيق احيانا بس تشوف انه البانك صار اسهل يعني هذا اللي شوفك يا الباجوتينج والفاينانشال نيوز لما تكون هواي بالديسكوبري بيج على تيك توك على تطبيق مثل تيك توك اللي هو الغرض منه كان انه بس جمع بيانات وممكن يكون مستخدم في غرض منه كان رقص اول ما طلع انه ترقص انه انت باندمك عايش بالبيت اول شي رقص بعدين صار بي نقل بيانات وطولوا مدة الفيديوهات وهذه السؤال بس هناك حاجتين خلنا نقول تعلمنا من هاي التك توك يعني من هذا الموضوع اول شي مثل ما قلت البانك الناس تتروح على هالفيديوهات حتى تتعلم سواء كان صح ولا غلط هاي تعلمنا منه البانك اللي داي يصير والناس داي تتور حتى بالموقع الثانية فيسبوك اليوتيوب بالاستقرام زين يعني يدوروا على هالسؤال بس لانه التك توك البنز مارل مانته انه يخليك بس بنقرة واحدة باصبع واحد تقدر تنتقله الكريتيريا تطلع لك بسرعة والناس تفعلها اقوى صايرة هاي شغلة كلش مهمة تك توك يعني نجحت بيها اكيد يعني هذا الكلام صار من زمان المشكلة ما بيها التنشن يعني أنا شوف هاي البلاتفورم ما بيها التنشن ما تصور تبقى مو مقصد تبقى يعني تصور انه ما رح تطول الهواية بس يعني ما رح تطول الهواية خلال فئة عمرية معينة يعني هذا القصد بس إبراهيم المشكلة انه بنفس الوقت ظهور هاي الابلكيشن والاقبال الهواية عليه والتفاعل للهواية ممكن تطلع أسرع هاي طبعا رغم اثنين بتحجي بيها بس صحيح وثاني شي ما تدري الناس اللي هذول الانفلونسرز اش راح يسوون يعني ممكن انه مثلا عوفك انه يسوون علانات مثلا المواد ممكن ما تكون صحيحة ما تكون دقيقة خصوصا مجان الصحة تعرف اي منحفات وما عرف شنو احنا وشنو الواجهة واي بالإعراق بس همين اكو غير شغلات وممكن تلاعب بالاسهم وممكن تصير تلاعب بالعملات الرقمية انه يساعدون عملة مثل ما صار ومثل ما صار ومثل ما صار ومثل ما صار ومثل ما صار فتخيل انه هواي امور ممكن العالم تخسر بها فلذلك انه هاي الشركات بنفسها لازم مثلا تحدد كريتيريا معينة للانفلونسرز الموجودين ممكن يسمون كي واي سي مثلا من جديد انه بنت ذات شخص فاينانشل او هاي القطاعات الفاينانشل الكوبرمنتل شوان تويتر مثلا الشغلات اللي تكون رسمية انه لازم تكون موثقة حسابات موثقة مصداقية وكريدانشل يكون عندك ايه اتصور حتى كونغرس يعني اذا يتابع هذا الموضوع يعني واللجان اللي موجودة باوروبا بناحية الرقابة على المحتوى يعني فانتبهوا يعني الناس اللي تتابعوهم مو يواحد نقطة مهمة نقطة مهمة الله عندك تشبه انه هاي المسينفورميشن يعني انت هسا تعرف هسا الفيديوهات اللي تشوفها سواء على الفيسبوك ولا حتى على تيك تاك طبعا كلها كابي بيست ونفسها حطها على تيك تاك حطها على كل شي حتى تشوف ان هذول ها حاط كاميرا على اساس هذا ما شافه وهذا الضرب هذا وديشوف رد الفعل كلام بينش يعني كلام بين حتى انت لما تبعو حتى تعرف انه استيج بس المشكلة انه احنا عقلنا بعد يتابع هم واصلا ما يهمهم هم يعرفون انها هي شنو حتى ستشوفت ده شوف فيديوهات صاحب المحتوى يعرف انه الناس رح يكشفونه بسهولة انه هذا يعني بسهو ما يهمه ليش لانه الناس فهو ما شهمهم عساني اقدر اساوي فيديو يقولون والله انا رح اخترع الدرة بس احط رقي على صمون وتنتشر الفيديو ينتشر اكيد الناس رح يقولون انت شداب شنو انت بطيخ بس شنو كامنتات يعني الصر هواية الفيوز صر هواية تفاعل انجيجمنت علي عادي هذا اللي همهم هذا اللي همهم صاحب المحتوى حالي همه هذا ما يهم ما يهم المصدقية خلنقل بعضهم يهمهم اكيد فانت مثل ما قلت انا شوف انه يوم الايام رح يصير اكو يعني يجي هذا التوثيق انا شوف متاورس هذا اللي نحكي به اللي نخيك عليه احنا ممكن يجي ما يجي او يصير ما يصير ده ايش طولنا عليه توقع حل هاي المعضلة اللي هي اللي انت تقدر يعني يكون عندك موثق ازين بحيث مثلا انت تقول عني اسمي انا اشتغل بشركة فلان تكون موثق هاي شركة فلان مسوت عليه او كده يعني ما تعرفون يمكن عندك اي دي شوما انت مثلا عندك جواز برقم اتوقع طبع هذا شي خطير اكيد يعني مو فلد شي يعني خلنا نقول واو احنا معجبين به لا لا اكيد خطير فاتوقع انه كل بياناتك رح تكون يعني متاحة اذا تريد تعيش بالزمن هذا فرح تكون يعني رح تكون هاي معلوماتك متاحة اكثر للهاكرز متاحة ممكن رح تكون بس رح تكون قيد تجربة لمدة طويلة هذا اتوقعي طبعا بس ان اشوف انه تيك تاك زمنه خصوصا رح يتغير يعني رح ينتهي مزين هو النقطة الاساسية يعني هو شوكت حيكون مستمر يعني انا اول شي موضوع الويب ثري والمتا فيروس والنف تي بعدها ما خلقش عقليك صراحة تسوي الحلقة بعدين حتى نخشي الشبا عقليك لأفريد لا هو مقصد انه اعترف بي وما اعترف بالاخير مو مؤثر بالموضوع ولا ناقة ولا جمل يعني بس الدنيا مو هي شي يعني يعني انه والله اشتري اقارب نيويورك ديجيتال توكن كمان شوف الحاجة اللي انا تعلمها تتعلمها بالفندومك ترى الانسان اللي ما عنده شي بيدة ولا شي يعني انت اوكي تشتري كريبتو بس هذا كريبتو طار بالاخير تفتح ايدك تلقي ايدك فارغة نفسها زين اما مثل يكون عندك عقار بذلك عقارة صع دنار اما يكون عندك عقار تب كل حوال هذا العقار بيدك تعدك ذهب هذا الذهب يبيدك قدك دولار حتى الدولار اللي احنا نضحك عليه دهي صعاد انفليشن بس يعتبر الى قيمة زين احنا ما طبعا ما دنطيكم financial advice ولا تقول لكم لا تلعبون كريبتو ولا تقول لكم اشتروا الذهب بس يعني ها كلها التعلومات يعني lesson learned from what's going on زين سواء العموم يعني الوضع في امريكا يعني باختصار يعني نحشة على inflation في عام 2022 الشهر الاول رح يخلص طبعا الدنيا تفوت بسرعة كلش اتمنى تكونوا تستمعون يعني اذا عدتكم اسئلة على امريكا تكونوا انتم صحة وخير خاصة الناس اللي بامريكا اتمنى نسمع تعليقاتهم عشون ديقلون حياتهم هنا بامريكا وشون يعني وين الinvestment مالتهم انا اشوف ان الinvestment بالصحة بعدها هي number one المفروض انسان يعني ديمر ب بحاجاته هواية up and down امور خلنا نقول stress level حاجات احنا ما متعودين عليها عندك goals بحياتك تشوف انه اكو صعوبات انه توصل ال goal مالتك او الهدفك بسهولة لي which is normal دا تقول انت الوحيد بهذه الدنيا يعني انت تتمر بأزمة ناس هواية ما يحشون مرات انا اسمع هذا القصص من فلان وفلان اوكو ناس تشده بهواية online يعني دا تروحون على التيك تاك وتقول اوه هذا فلان ناجح هذا فلان بطيخ عندك محتوى بالتيك تاك تريد تقدم اكيد هاي فرصة كيف يبقى social media بالاخير اكو نقطة بساسية هو شنو الشي اللي الشخص يدور انه يسوي يعني هسا اوكي تقدر انت تسوي محتوى تافه وماشاء الله يعني يكون هواي محتوى تافه بكل الدول هواي مشاريع تطلع فاك هواي مشاريع تطلع بس بالاخير هو الانسان الشي يريد يقدم للمجتمع شون الشي اللي قدمه الناس الاهله شون التغيير اللي مشارط دايما يكون تغيير يعني مية مية ايجابي نتأثر طريق ايجابي بالناس فدائما نصيحة انه حاولوا تسوون شي انتو تقدرون باشر اقبت في دون جاركم اعرف ظروفنا راه الله هو هذا الوقت الصحيح ويا ناس في هاي اللحظة مو البنمك وقفت ويا حجات ويا ناس وقفت ويا وقالت اوكي ليش انا اقعد يعني ما سوي شي اقعد اروح this is the time to يعني follow your passion your dreams ويا ناس نجحة خاصة دول التك ستارتاب دول الناس المحتوي بالضبط بالعكس هاي احسن فرصة ثلاثة ياس يعني خليك يعني مشكلة الوقت استغل وقتك استغل يكون عندك صحة زينة تنام زين تصحة زين اوكي ممكن تعدك عادات بايخة تعلمتها مثل التدخين وحاول تقللها اكل صحي وصدقني شفاين دادخن مثلا اه شفاين دادخن اما شفتك اصلا ورا داباو عليك انا افتح صوتك شا سوبي داباو عندني منظر جنانا قدامي شمال انت تدخن ما تدخن المهم don't be like alan اوكي المهم شكرا شكرا الان على مجيئك كضيف لهذه الحلقة اكيد وانشاء الله نتمنى نتمنى انه نتمنى انه يعني تعلم تفشي اذا عدكم في التعليقات او اشي يعني اكيد خلينا على التواصل انشاء الله شكرا على استماعكم وشوفوا حق جاية مسلا شكرا على اشتركوا في القناة